أهلاً وسهلاً على كل حبيبي اللي في قناتي على منوعات منوريني ومنورين قناة على منوعات أتمنى يا رب كده يا رب إن شاء الله تكون القناة بتعجبك واتنال أعجبك تعالوا بقى نشوف الخبر دمعانا إيران تعتقل شخصاً صور جسس ضحايا كورونا في محافظة قيم أعلنت النيابة العامة في محافظة قيم بقرة انتشار فيروس كورونا في إيران اعتقال شخص نشر مقطع فيديو من داخل برادل الجسس يكشف عدد الوفيات التي خلفها الفيروس وقالت النيابة العامة في محافظة قيم إنه جرع اعتقال شخص يعمل فيه برادل جسس بمحافظة قيم قام بنشر المقطع على شبكة الانترنت وضفت أيضاً أن ما قام به هذا الشخص هو دون ترخيص وأحيلت قضيته للقضاء وشددت على أن كل من ينشر أخبار أو صور كاذبة أو غير مصرح بها حول غيرس كورونا ويزعج الناس ويسير الألأ لديهم فهو مزنب وسيتم التعامل معه بشكل حاسب طبعاً يا حبيبي زي ما أنتم شايفين كده الصور معانا هيت وأنا مش عارفة بصراحة ليه الشرطة الإيرانية أجرت القبض عليه ويعني بيصور حاجات واقعية يعني يعني هو مثلاً مش مصور حاجة كذبة أو حاجة ما حصلتش هو مصور حاجات من الواقع يعني فأنا مش عارفة ليه يعني مفودة أصلاً كمان يعرفوا الناس كلها يعني فيه مثلاً وفيهات كتيرة فيه عدد مصابين كذا فيه ناس توفوا كذا كده يعني عشان كمان الناس تكون عارفة فين الحقيقة وفين تكون الناس معانا برضو على الأرض الواقع يعني طبعاً عن تذر اسمع رأيكو يا حبيبي في قسم التعليقات ما تنسوناش بقى كده في لايقات وشير وسابس كريب تشجيعاً من نيكولينا ان شاء الله عشان نقدم لكم كل جديد شوفكم على خير يا رب مع السلام شكراً لكم